هذه الوصفة اعطيتها واحد العروس قرب العرس بسي مانجة عدي و طلبتني و مرضيتها شعطيتها هذه الوصفة عدي و عادة محتراج لها تصدم فيها شافها بان يديها و الجهة و المناطق التي تنفخها و تنفخها في مدة اسبوع حتى انا اصدمت فيها من بعد ما جاءت عندي اعطيتها واحد نتيجة التي لم تكن انا متوقعها هذه الوصفة تعطيها اليوم لدينا تشاركها معكم تدعو لي أعطي اتحرك المناطق التي تنفخها وسط تنفخها في هذه الوصفة ادعو لي توضع بـ لايك ها لك دعو لي اعطي اعطيك ادعو لي اعطي 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 اكبر اعطيك تشجعوني في الفيديو و يتهديها لك اشتركوا في القناة 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 سوف نخلط دباد المكوناتها مزيان حتى الدوبليه الخميره لا يزال يبقى مع الفورما الجودان والسوس ضروري يخصني لشوية الماء ورد او لا ماء معديني مهم يكون الماء باش هذه الخميره الدوبليه واللي بغت تدير معي القادية اللي حليب تدير مهم ضروري خصشي حاجه سائله باش الدوبليه الخميره سوف نحتاجها البنات الميزينة اللي تعرفوه مهم راه مبيض خطير وهذه الوصفه هذه رباشي غير تنفخره حتى تبيض المنطقة اللي سوف تديرها وعلى فكرة البنات عرفتو راه كتدير واحد بالنسبة الخضوط هذه بالنسبة الخضوط إلا درتي على الخضوط ديالك تحيديك تحسي بالخضوط ديالك يعني كتحسي بأن الدورة الدموية ظهرت في الخضوط ديالك ولو حمرين يعني إلا ولو حمرين عارفوا بأن الوصفه خدمات لك مزيان سوف نحرك البنات نشاء مع هذا الخالط هذا خلطوه مزيان 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 حتى تدوب ديالك الخميره حتى ما كتبقاش كما كتلاحظوا عن دير ما بقاش سوف نزيد البنات الزيت الجنجلان الزيت الجنجلان أو الزيت زنجلان ضروري البنات هذا من ماركة البيوغامي سوف نزيد البنات الزيت الجنجلان سوف نخلط وضروري البنات من زيت الحلبة زيت الجنجلان وزيت الحلبة إلا أختي بغيتي الناتجة أنا البنت أعطيتها لها بها المكونات وشدرتهم لها والله هالبنات من اللي رجعتها والله ما عرفتها رات صدمت نفخات سوف نزيد البنات الزيت كابيد المورا كي تبعتها هو عدم الماكياج من هاد الماركة البيوغامي صراح البنات تيار خيصة بالنسبة لبنات اللي بغاوش حاجة رخيصة هاد الماركة البيوغامي ثمان ديالا معرفش تلتمية دريال او تلتمية وستين مهم زيت كابيد المورا إلا بغيت يختي نتيجة أنا كان عاود نأكد ما غنقوش لك باديل زيت كابيد المورا بزيت او واحد اخر لا اختي ديري زيت زيت جنجلان زيت الحلبة زيت كابيد المورا أنا فض وصفة دي ما غاديش ندير زيت الحلبة حتى ما عنديش سالة اللي بغيت ندير الوصفة قايتوا سالة قد ما غاديش نحن نبخل عليهم بالوصفة ولكن سنقول لهم زيت الحلبة ضروري يكون في هذه الوصفة سنخلطها جيد بحل كريمة 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 من بعد تغسليها بحل كريمة بالمدافي تحلي لها المسام فتأخذ اختي الوصفة ويبقى على يدك بحل كريمة وبحركة دائرية تبعوا معي البنات أنا تشيكل شي شرحته البنت وربيش أهد علي تنقول يهو يحلى معي ودنيها وفي اللخ خرجت عندي صدمتني بالنتيجة تنتمنت أنتوما البنات حلو معي ودنيكم وما تنقصوا حتى شي حاجة بشتتوما يلا جربتوها ودرتوها ماشي تقولوا لي حقارة ما عطتني ش النتيجة ما يمكنش أنا البنت عطيتها لو شفت النتيجة بعينية وجدت تقولي لي لا راه ما يمكنش مهمة بنات مهمة بالنسبة لي إيدية أنا كما تشوفوا راه تنفخوا دليا ورغم ذلك أنا دير الرجيم درت الرجيم وإيدية دي مرقاق أخا كان غلاية داكي رقيقة إيدية دي مرقاق أنا ما كنحملش إيدية يبقوا رقاقين ضروري كندير لهم الوصفات باش يتنفخوا يعني كعجبوني أنا دي الإيدية اللي تكونوا منفوخين اللي بغت طلع حتى الفوق طلعها مهمة أنا من الأحسن كنديرها على إيدية بلما نطلع على المرفق ديالي مهمة غادي نطلع ونديرو حركة دائرية البناء الدائرية حتى كتنشف لنا الوصفة وتنحس بيئة بأنها دخلات كناخدو ميكا ولا سلوفان ولا اللي كان أختي اللي كان عندك غادي تحطيها عليها